مليون اعتبار وكل التواني في كل المجموعات الحقيقة فرق عندها شخصية البطول أتكلم على 8 فرق سيبك مين أول من تاني اتحسم ده في المجموعة الأولى اتحسم ده في المجموعة الرابعة سانداونز مزينبي أهلي يونج أفريكانز بالنسبة لمجموعتين التانيين الصدارة بيترو أتليتكو وأسيك ميموزا فبالتالي الأربع فرق دول مش هيتوجهوا في دور التمانية الكلام على سانداونز بيترو أتليتكو أسيك ميموزا والأهلي الأهلي هيقابل مين؟ الأهلي هيقابل إما مزينبي الكنغولي وإما في ظني أنا أن الترجي وسينبا هما الأقرب هيتحسم ده إمتى؟ هيتحسم ده النهاردة الساعة 9 بالليل بشكل نهاية وعتقد فيه مباراة الساعة 6 لكن في جميع الأحوال لما تبص للتمن فرق الأعرب للتآهل بتكلم على فرق كلها الحقيقة على مستوى 3 أو 4 مواسم الأخيرة فرق لازم تحط لها تعظيم سلام يعني فرق كلها لها كل الاحترام سينبا أنت واجهته في الدور الأفريقي ويعرف أن مستوى كويس جدا واتطور جدا أفريقيا وخد خبرات كبيرة جدا في البطولات الأفريقية في سنة الأخيرة الترجي مش محتاجين نتكلم كتير جدا على الترجي حتى وإن غاب حتى وإن غاب أفكرك أن الموسم اللي فات الأهلي كسب الترجي رايح جايب لكن حتى وإن غاب الترجي فدايما مواجهة الترجي التونسي مواجهة صعبة ودربي من دربيات أفريقي وما زينبي هو الحقيقة يعني تكلم على تاني مع الزمالك المصري هم تاني أكتر أنديا الأفريقية حصولا على لقب بطول الدولي الأبطال فشخصية البطل حضرة وموجودة ومواجهته بالذات على ملعابه من أصعب المطشط اللي ممكن يمكن مواجهة ما زينبي على ملعابه من وجهة نظري أنا يعني أصعب من مواجهة سان دونس في بريتوريا وبالتالي جميع الفرق اللي تأهلت فرق عندها حظوظها وعندها قدرتها على المنافسة على اللقم عشان كده بقول حتى ما بعد مباراة الزمالك رغم أنه هيبقى فيه فترة التوقف دولي وهيبقى فيه تأجيلات كتير هنتكلم عليها النهاردة تأجيلات تاني لكن في النهاية حتى بعد مواجهة الزمالك في نهاية الكاس هيبقى عندك بعد كده الأدوار الإقصائية في بطول الدولي الأبطال بص على المرحلة وشوف ما كسبها أربع ماتشاط رغم أنه فيه فترة التوقف طويلة رغم أنه فيه قيمة غيابات مؤسرة جدا 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 على أي فريق لكن على الأقل نجح مارس الكولر في أنه يوصل لبر الأمان يحافظ على صدرة المجموعة يعدي عليه نهاردة بنكلم على 16 مباراة وده مرتبط جدا 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 بخبرات مارس الكولر الإفريقية الرجل ده مش وقت حقه في التقييم بشكل موضوعي أنا مش بتكلم عشان هو الموديل الفني للنادي الأهل لكن الرجل ده عامل شغل بالنسبة لإسمه ما اشتغلش قبل كده في أفريقيا لمنتخبات ولا أندية مع الأهلي على مدار الموسمين أكتر من رائع سيبك من قصة بس إحراز اللقب لكن كمان في التفاصيل لما تشوف أنه الأهلي بقلوه 16 مباراة بيلعب 8 برى الأرض وتمانية على أرضه ما يخسلش فيهم ولا ماتش ده شيء بالتأكيد يحسب لمارس الكولر لما تشوف الأهلي بيلعب 8 ماتشات خارج الأرض مع فرق كبيرة وفيه فرق صغيرة طبعا لكن يما يلعب 8 مرات أو 8 مباريات خارج الأرض يحقق فيهم الفوز فأربعة بنسبة 50% ويتعادل فأربعة تانين منهم فوز على الترجي خارج الأرض منهم تعادل مع الودات تعادل مع الرجاء يعني مش بكلمك على ماتشات كلها سهلة لأ دول 8 ماتشات صعبين منهم أدوار إقصائية منهم مباراة نهائي دوري أبطال وقبل نهائي دوري أبطال ويحقق الفوز فأربعة ويتعادل فأربعة فده بالتأكيد شيء يحسب لمارس الكولر أخبارنا إيه النهاردة وهنتكلم عليه مع النجم الكبير كابتن كبير مار همامها شرافنا فيه السادسة على مكاسب المرحلة اللي تقدر تبني عليها وتشوف من خلالها سيناريو مباراة الزمالك ومدى جهزية الأهلي لمواجهة الزمالك اللي أعتقد أنه دعم صفوفه بشكل يعني النتاج يمكن معاكستش دالك إننا بشوف أنه الدوافع والحوافز اللي موجودة عند الزمالك في مباراة الجمعة اللي جاية هتصعب كتير جدا من المباراة هنحاول ندردش مع كابتن مهر كده ونشوف رؤيته للأهلي في الفترة الأخيرة إجمالا ماتش مبارح وأهم المكاسب اللي اتحقت منه ونظرته ورؤيته للأهلي في مواجهة الزمالك في نهاية كاس مصر خلونا نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل لكن بعد الفصل